السلام عليكم لبنات مرحبا بكم في قناتي اليوم سوف نشارك معكم بيتزات صغار طيبين على الحجر أتمنى تجربوهم وينجحوا معاكم وإلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة لا تنسوا تضيروا الاشتراك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد نبدأوا على بركة الله كما تشوفوا معايا عندي 300 قرام دقيق الفورس دقيق الابيض وعندي نسكاز دقيق الكامل وعندي معلقة كبيرة زعصر وعندي معلقة صغيرة الملح الملح ومعلقة كبيرة مع مرش الخميرة الفورية الخبز ومعلقة صغيرة سندة وربع كاس زيت كما تشوفوا ولمدى فيه كما تشوفوا معايا بالنسبة ل الحشوة اللي غن نضير في البيتزا عندي صلصة طماطم ستلقوا الرابط دياله في صندوق الوصف فيتلي ايا شاركتها معاكم عندي فلفلة حمراء وخضراء قطعتهم مرقاق وعندي طون ديال الزيت وعندي شوية ديال صدر الدجاج وعندي فرماج مزاري للمح كوك هتشيلي كيف المقادر وانتو ما تعمروا بالحشوة اللي بغيتو نبدأ على بركة الله ونضيف الساندة لذلك الطقيق ديالي ونضيف هذه الخاميرة فورية وزيت البلدية وزيت الزيتون هنخلي وحد شوية كما تشوفوا هنبدأ العجن في العجين ديالي بدك اللمال دافي ضروري تكون ديك العجينة مرخوفة ما نديروهاش قاسحة بس جينة مهوية من الداخل كي ما تشوفوا معايا العجينة را خفيفة تتلتسق في اليدين لابا اضفت على دك شوية ديت الزيت اللي يخلينا ونحاول نجمعها في الواسط ونغطيها ونخليها ترتاح هالعجين ديالي بعد ما اختمر كما تشوفوا تضعف الحجم دياله اذا بغا نفرغ منه الهواء وغا نشكلوه ان شاء الله كي ما تشوفوا معايا المقلة ديالي التقيلة ترتفع الحجار يسخن بعد ما غا تترخب لنا هذه الحجينة انبسطوها ونضيرها طيب ان شاء الله فوق الحجار كي ما تشوفوا كي ما تشوفوا معايا الهاجين ديالي بعد ما فرغتو من الهواء قسمتو على ثلاثة الكورات خديت سميدة الرقيقة وتخضرو تدينو تلفينو سميد النعيم وشكلت منو كورات كي ما تشوفوا معايا انا ما كبرتو مش هيت ما عنديش الحجر بزاف إذا كانت تكون الحجر كتير ديروه المخلع عمرها بالحجر قسموه غير على جوج سوف نخلي يرتاح نغطى عليه بعد ما يرتاح لي هذا بغا نشكلوه نبسطو غير باليد ما نكتروش هذا الساميد ولا فينو ما نكتروش بزاف اللي غا يبسط لينا العجين ديالنا نبسطو غير باليد بلا بغا نستعمل ديالك خليد الكاغيت ديال فورم كي ما تتشوفو معايا هو اللي غا ننفرشو باش ما يجيناش العجين ديالنا مع تيل التاسق ما يجيناش صعيف فاش نبغيوه الرميو على في المقلع على ذاك الحجر هاد العملية سهلة نبسطو مزيان حتى يرقاق العجين ديالنا حيت في الخميرة وعد نضيفو المقلات السمك ديالو كي ما تتشوفو معايا هاد بقي غا يختبر لنا على النار بعد ما تخلي يا ذاك الحجر دا بغا نضيف هاداك العجين ديالي اللي بسطنا كي ما تتشوفو غا نقلبها فوق منو وغا نبدو نحيل الكاغيت بشوية بشوية عملية سهلة صافي وغا نتقبها بالفرشيطة وغا نخليها تشد فراسة عد نقلبها بعد ما قبطت البيتزا فراسة كي ما تتشوفو قلبتها على الوجه الاخر وزولت ذاك الحجر اللي تلتسق فيها دا بغا نعمرها سلصص بيتزا رفيت لي وحضرتها معاكم هتلقاوه في الرابط في صندوق الوصف لديها الوجه ديالا كامل وغا نضيف الفلاف الالوان ممكن غيرها انوع واحد اللي متوفر ممكن ضيفو طلب صلاة اللي تبغيها وغا نضيف الطون ممكن تضيفو الكفتة ولا كروفيت للي كاين مشي مشكل بالنسبة للحشوة اللي كاين ممكن تديرو فيها وغنضيف دا بالفرماج بالنسبة للفرماج غنضير فرماج مزاريلا ممكن تضيفو طلب فرماج الاحمر معاها كي ما عارفين البيتزا ستبغي الفرامج وغنضيف الزيتون وغنغطي عليها الطيب بعد ما عارفت البيتزا ديالي فوق المقلة غنطقها بالفرشيطة وغنطقها بالفرشيطة غنطقها 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 يجب ما greatest غنطقها 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 نضيف الفلافل نضيف الزيتون نضيف الفرماج نضيف الزيتون نضيف الفرن نضيف الفرماج نضيف الفرن نضيف الفرن كما تشوفو. حكيت على شوية الزاتر. تجي رائعة. هنكملوا ان شاء الله. بيتزاة الخرين. بعد مدرة البيتزا دي الثانية قبطة فراسها قلبتها. هنضير دابة الصلصة. ضغيات الطيبة البيتزا سهلة. نتمنى نتجربوها. وغتعجبكم ان شاء الله. تنغطي السطح كامل. بالسلصة. ونضيف الفرماج. هنضيفه قطع ومحكوك. فرماج دي الموزاريلا. هنوزعه على السطح ديال البيتزا كامل. وضروري اللي بنت نزمتوها من الفوق. باش هاذاك الفرماج يدوب. غنضير عليا لغطايا ديال طنجرة. ودك تقبل لي فيها. تاييه سديتها على لاحطه. سديتها بدك الكاغيط. باش تزمتلي ياداك الفرماج ويدوب. هاي بعد ما داب لي الفرماج. زيين تبا. الزاتر حكيتو باليد. بس حاور راح. هالبيتزا ديالي بعد ما وجدو. تيجيوا اكتر من رائعين. تيشهيوا. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. مهويين من الداخل. ارتبين. هيعجبو عائلتكم. ما تنساو جدلو الشراك واعجاب وتفعلو الجرس. باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاصفة واحدة اخرى ان شاء الله.